السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل مع بعض حل مسائل القوى المغناطيسية المؤثرة على سلك يمر فيه تيار سؤال 46 بيقول لي مدفع كهرومغناطيسي يسرع مقذوفا من وضع السكون وضع السكون باستخدام القوى المغناطيسية المبذولة على سلك نحاس طالما وضع السكون خلينا نبدأ كده نقول له ان ال V نود كانت بتساوي 0 متر على السنية باستخدام القوى المغناطيسية المؤثرة على سلك نحاس يسري فيه تيار مقداره يعني ال I تساوي 1 10 أس 4 أمبير ولسلك نصف قطر سوي 5.1 ضرب 10 أس سالب 4 متر ومديني الرو بتاعت هذا السلك اللي هي أكيد سلك نحاس يبقى رو نحاس كثافة سلك النحاس هذا 8,960 كيلو جرام لكل متر تكعيل يتكون المدفع من ساقيني طول كل منهم ال L 1 متر أوكي موضوعين في مجال مغناطيسي مقداره 2 تسلا وادل بي بتاعتنا بتساوي 2 تسلا عمودي على السلك المجال المغناطيسي عمودي على السلك احسب السرعة النهائية لحظة مغادرة السلك عايزي 1 متر وتلاقيه في السؤال كان مفروض يقول لنا ان طول هذا السلك نفسه 1 متر بس هو تلاقي نسي يعني أو ممكن يكون أنا نسيت ده 1 متر تمام احنا عايزين مين عايزين عشان اجيب لازم نرجع لقوانين الحركة في خط المستقيم كان عندي قانون بيقول لي ان التربية يساوي زائد 2A دلتا اكس دلتا اكس دي المسافة المسافة هنا اللي هي ايه اللي هي 1 متر يعني السلك ده بدع من هنا كانت بتساوي صفر دي البداية بتاعته كانت ال V نود بتساوي صفر عايزين نعرف ال V هنا بتساوي كيف عند نهاية لما يمشي السلك كل هذه المسافة يارب يكون فاهم حاجة في الشغابيت اللي أنا عادة عم أعملها دي طيب يلا بينا بقى نبدأ طيب دلوقتي ال V نود بصفر اوكي اتنين موجودة ال L اللي هي العجلة ما عندناش دلتا اكس اللي هي المسافة اللي هي الطول اللي هو ال L موجود يبقى احنا عايزين نجيب دلوقتي العجل تمام طيب ايه رأيك في القانون بتاع FB بيساوي I L B بيساوي M في ايه ايش معنى M في ايه ما دي محصلة القوة يعني في الحالة دي M A اللي هي F نت يعني معنى السلك ده ما بيأسرش عليه قوة تاني لانه بيتحرك على ساقين وما فيش احتكاك يعني معنى كده ان ال F نت بتساوي M في ايه يعني ال M A بتساوي ال FB يعني اقدر اقول ان العجلة هتساوي I L B على M بتاعت السلك ده قانون اقدر اجيب منه العجلة هتقول لنا ما عنديش كتلة السلك هقول لك في المسألة اللي فاتت كنا اقولنا ان رو كسافة بتساوي M على الفوليوم M على الفوليوم الحجم تمام وقلنا ان ال M تساوي رو في الفوليوم في المسألة اللي فاتت اقول لقبليها اوكي طيب يعني هتساوي رو الفوليوم يعني ايه يعني مساحة في طول F L معايا كده في الخطوات اللي انا ماشي فيها تمام شايف القوانين العظم اللي تطلع من بعض ايه يبقى دلوقتي يا شباب هنمسح تاني عشان نبقى اكثر ترتيب هاي دي الكلام تاني بسرعة راجع معايا رو بتساوي M على الحجم الفوليوم يعني هتساوي M على A في L والحجم بيساوي مساحة في طول يعني ال M هتساوي رو مضروبة في A مضروبة في L هقدر اوضيها في القانون بتاع العجلة يبقى كده العجلة ال اكسداريشن هتساوي I L B قسمة رو في A في L حتى انا عرفت وليه مدناش الطول بتاع سلك مش مايزين الطول ده خالص لان ال L هتروح مع ال L خلاص ال L دي هتروح مع ال L دي يبقى العجلة اللي هتحرك بها الجسم تسارع يساوي I اللي هي قيمتها واحد ضرب عشرة أسة اربع أمبير مضروبة في B اللي هي قيمتها اتنين تسلا مقسومة على الكثافة تمنتلاف تسعمية وستين في المساحة اللي هي باي ارتر بيع ادي باي ال R عندك بكام يا سيدي بخمسة بوينت واحد ضرب عشرة أسسالة باربعة تربية يبقى كده باي ار تربية دي مساحة مقطع السلك ادي باي اهي مضروبة هنا في خمسة بوينت واحد ضرب عشرة أسسالة باربعة الكل ايه تربية اعمل الكلام ده بالأل حسبة بتاعتك هيطلع لنا ان العجلة هتساوي اتنين بوينت سبعة تلاتة اتنين مضروبة في عشرة أس ستة متر عثانية تربية كده انت جبت قيمة الاكسلاريشن تقدر تعوض في القانون الاولاني خالص اللي هو في فاينل اكتبه تاني في فاينل تربية هيساوي في اينيشيال تربية زائد اتنين ايه دلتة اكس هنا اللي هي طول السلك اللي هي الال ال في اينيشيال بصفر يبقى كده ال في فاينل هتساوي الجزر التربية الاتنين مضروبة في الال هي سبن ثري تو فعشرة أس ستة في طول السلك أو طول القضيب اللي ماشي عليه اللي هو واحد متر يبقى كده السرعة النهائية لما يوصل لنهاية الطريق بتاعه اتنين بوينت تلاتة تلاتة سبعة ضرب عشرة قصة تلاتة متر عسان دي ال في فاينل راجع تاني برحتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته